نقلت وكالة الأنباء السعودية عن تحالف دعم شرعية في اليمن قوله إن طائرة ثانية لنقل الأسرى الحوثيين غادرت متوجهة إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية وأكد التحالف أنه بدأ في نقل الأسرى المفرج عنهم إلى اليمن بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار مبادرة إنسانية لدعم الهدنة في اليمن وعلن تحالف الشهر الماضي أنه سيطلق سراحة 163 من الأسرى الحوثيين وكان آخر تبادل كبير للأسرى في 2020 وشمل حوالي ألف أسير